السلام عليكم يا شباب. بتحديث جديد نزلوا بعض الأشياء وريال باس ويك شغلات وسكنات جديدي بالهيد اوت وفي شوية اضافات ممكن تحصلها بالمجان فخلونا نبدأ الشرح طبعا اول شي راح نبدأ فيها وكيف انك تشتري الريال باس بما انه هذا الشي الاهم طبعا الطريقة جدا بسيطة ولحد هاليوم في ناس بسأل كيف 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 فعشان هيك راح اشرحها بشكل سريع طبعا عندك واحد بخمسة دولار واحد بخمستاش دولار على فكرة لا تنسوا تابعوني على تويتش رابط القناة بالوصف لا تنسوا لك لانه بيفيد الفيديو ونتابع اه الخمسة دولار ما في شي اضافي فقط انك تشتري تدفعها الخمسة دولار وبتفتحها الريال باس فقط لا غير اما الخمسة عشر دولار يعطيك عشر لفلات زيادة انت اشتريتوا مثلا الريال باس بفرم بيفلك الريال باس للفل اداعش وثانيا اننا اعطيها العديد الصندوقين مع مفتاحين مشان تفتح اصلاع لفتح عدة السكنات لكن الي لفت الانتباه بجميع هدول السكنات اول شي طبيعي كوبونس هذا شي جدا حلو في عندك عدد اشياء مشان تحطه وراء الخلفية على اسمه الشي الثاني الحلو اللي فتنتباهه هو الميني بصراحة جدا حلو فيسهل هذا الريال باس انك تدفع خمسة دولار مشان تحصله لانه في اكتر من الشغلات اللي استطايفينها على الريال باس فيك تحصلها بعد شراء الريال باس فعندك هاي كمان الخوزة جدا حلو هاي الانيميشن اللي عليها ما سبق والبوب جي نزلت هيك شي من قبل في عندك عدد اشياء مثل دول كمان فيك تفتح سناديق وعندك ادوك البوليمر ما ننسى يا شباب الف بوليمر يعني عدد مش قليل ابدا زبك ظل ما يستمر لقدام نشوف هذا الخلفي كتير حلو كتير بصراحة نار عندك شو يعني شو تسكنت البساء بالتراك تري كمان عندك هذا عندك السيارة بشكل كتير حلو عندك بعض الاشياء الاضافي لكن كمان عندك هاي ون ماتيريال ون اسكن متك عفوان يعني هاي لحالة بتكلف الناس كتير حتى يجيبوها اكتر من خمسة دولار ما تنسى انه انت بعد ما توصل مثلا الليفل هاد فراح يرجع لك خمسمية جي كون يعني انت اللي المسارة اللي بتدفعها رح ترجع لك جي كون ماشي وهون كمان عندك شوية اشياء اسكنات وصناديق كما كم شايفين فالصراحة انا برأيي ازا عندك اه خمسة دولار فاشتري فورا لانه القيمة اللي بيرجلك ياها الريال باس كتير ممتازي اسكنات اسلحة اه بوليمر خلفيات البساء هلمت اشياء كتير بصراحة شباب خمسطعش الف دول اه طبعا اه السيستم هذا بشكل سريع مشان ما احد يسألني كيف 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 اه بعد ما تفتح الريال باس بتطلع لك هون نقاط شوف انا عندي خمس نقاط شايفينه بفوق هدول الخمس نقاط في تحتهم برضو نقاط هدول السكنات في تحتهم نقاط هده هون بيطلب انك بدك تدفع عشر نقاط عشان تاخدوا لازم تدفع عشر نقاط وهيك هدول المكتوب عندهم مفري هدول ما في داعي انك اه تشتري الريال باس فيك تشتريهم بدون ما تشتري الريال باس بل نقاط اللي تحصلهم هون فيك تاخدهم ها لسه يعني مش شرر الريال باس لكن هدول مش كتير شوف مكتوب فري مكتوب فري مكتوب فري نفس الاشي هون مكتوب لا هون هاي فري يعني مش الكل فري بلس لكن انا بصعك انك تشتري وكل ما وصلت مثلا عن هذا مثلا وصلت الليفل الى داعش رح يفتح لك هذا الثاني وصلت لفل واحد وعشرين كاتب لك فوق رح يفتح لك هذا يعني ما فيك تروح تشتري من التراك تو وانت لسه تراك وان مرش بخلص ولا لازم توصل هالليفل المعين وتشتري بعدين تروح علي بعده طبعا هذا كان الريال باس بشكل سريع شو الاضافات الباقي وطبعا في اضافة في اشياء مجانية ممكن تحصلها فخلنا نبدأ بالاول بالاشياء تطلب منك مصاري عندنا هون الاسكنات ضافوا يا شباب اه اهم اشي الاسكناتك هم اضافوا يعني ما اضافوا اسكنه مطور بصراح هذا مش حلو شكله ما عارف انا مش عاجبني كله يعني اسكنات قديمي هذا الشي الوحيد الحلو ممكن انك تستهل جيبه هو الامفور هذا النوع وبس هذا يعني اشياءنا الباقي ابدا مكررة كما كم شايفين ما تستهل واحد يدفع عليها كتير مشكله مش حلو شوفو مش حلو مش يعني حلو بس مش متل باقي الاسكنات طبعا هذا ايشي الثاني ايشي الثالث هون ما اضافوا ايشي والاشي جديد بالستور ضافوا لك اسكنات ممكن تشتريها حطه نيو كما كم شايفين عدة البسة ما كنت تخترب من بيناتهم طبعا هذا اللبس جدا جدا قديم يا شباب وكان انا عندي 500 جي كو من قبل مجانية كان اعطانيها ما بعرف عن باقي اللبسات انا ظنيت انه هذا اللبس الصفر اللي اشتريتها جدا قديمي هي لبسات البوبجي القديمي لانه الارانجل نزلوها لسه انا ما جربت شباب اذا نزلوها اولا بس لكن انا سمعت انه بارباطعش شهر راح نزلوها فاظن انهم نزلوها الارانجل القديمي تلوكم شايفين عكل حال الريال بصر احنا ما في شي جديد بس هدول وهدول الاتنين فقط لا غير اه ما في شي هون كمان جديد طبعا الشي المجاني ممكن تحصله هي ايه او المهمات اليومية كل يوم مسلا يعني هون انت فتحت اللاباب اول يوم يعطيك هذا فتحت اللاباب تاني يوم يعطيك هذا شوف يعني هون تو ديس ثري ديس فاستغلها بفرصة وبرضو هذا الشي كمان جمع نقاط ثلاثين ثلاثين يعني ست صناديق هذول مجموع وهذا كمان صندوق ما بعرف شو بداخله بس ما يعني استكشفت وانه يعني بتسوي اه بلاي ارانجل وان تايم يعني اللعب ارانجل وان تايم بلاي ارانجل ضل عايش لستين دقيقة ان توتل المجموع الكلي يعني مو شرط بقيم واحد لانه ما راح اتقدر تحصله فعدد قيمات كل مهمات جنبها نقاط وهذا النقاط يعني كل يوم بيصير عليها ريسيت بترجع يعني بتفتح مهمات جديدي اتوقع نفس المهمات اه لكن في لسه شي جديد هو علي تويتش يا شباب انو ازا بتشاهد البوب جي الستيمرية يلي بي يلي بيسوي بث بوب جي فممكن تحصر انه كمان اسكينات جديدي بصراحة كما كم شافين انا على سبيل المثال نروح على هذا الشخص فهذا لازم يكون عنده دروبس اشي بشي مكان مش مبين بالاسف لكن اذا ما نروح ندور على الشخص صغيره عشان اقول لكم شو ما تحصلوا لدروبس بس العربي مش موجود مثلا هذا الشخص شايفين بيطلع هون دروبس انابل غالبا بتكون عند البوب جي بارتنرس ما بارفزة عند باقي الاشخاص لكن بتكبس عليها بيطلع لك منتدى الاشعار عندك عدد اسكنات اسكنات فيك تاخدهم كما كم شافين وطبعا اللي طالبوا منك انك تكون رابط لكرافتون يعني هي شوية معقدة دور على اليوتيوب بلك تلقى لك شرح عن هالشي واذا ما لقيتوا شباب تواصلوا معايا بتقولي بتعليقات واشوف يعني ازل عدد كبير اشخاص اللي محتاجين هالشي رح هنزل فيديو عنها كيف انك تربط لكرافتون بالتويش تبعك مشان تحصل هكسكنات فاشي يعني كتير ناس ما بيعرفوها يعني كتير ناس انا ملاحظوا انه عندي ما عندهم بتويش فكتير حلو انك تسوي تويش مشان يعني مشان الاسكنات برضو ما تنسى التابعني على التويش لانه انا بفتح يوميا بيت مباجر على التويش طبعا الطريقة الحصول عليها على هالاسكنات جدا بسيطة انك تشاهد اقل اشي ثلاثنين دقيقة بشان تحصل الكفوف ولازم تشاهد ساعة واحدة كاملي بشان تحصل الاسكار طبعا متل ما اخدتلك ما بيصير انك تحصل هالشي الا لحتى تربط لتويش بالكرافتين تبعك فهذا الشي جدا مهم وهذا كان كل شي يا شباب يعني ما في شي جديد غير هالاشياء هدول وما ننسى يعني القديمي شوف حاطينا لحالة بصراحة انا متحمس اني علعبة كما كم شافين جدا بسيطة اشكال المبادو هيك فاتمنى اتمنى انه تبقى بس ما ظن الشي يصير اظن يعني بعد اسبوع او فترة يعني رح يرجعوا اليرانقل اللي كنا عم نلعبها قبل التحديد لكن ما عندي معلومات مأكدين هذا كان كل شي يا شباب اتمنى انكم استفدتوا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة ولا تنسوا تابعوني على التويتش واذا اي شخص عنده اي سؤالة او استفسار فهاي ربط التويتش تبعي موجود على البث فيك تسألني باي وقت حتى ممكن اني اشرح بعض الاشياء على التويتش ازاي الشي ممكن وهيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة